أهلا بكم مشاهدين في حديث صحفة جولة في أبرزمة دولة الصحف الوطنية والدولية والمستهل كما عودناكم مع صحفة الجزائرية المستهل دائما مع يومية الجزائر الجديدة التي عنوانت يتقدمهم أمير دولة قطر تميم بن حمد التاني قادة دول حاضرون في افتتاح الألعاب المتوسطية بورادة في التفاصيل حل بالجزائر يمسي قادة عدد من الدول لحضور حفل افتتاح الألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران يتقدمهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد التاني وكان في استقبال أمير دولة قطر بمطار هوار الدولي بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما حل نائب رئيس جمهورية التركيا السيد فؤاد أقاطايا أمسي بوهران لحضور حفل افتتاح طبعة التاسع عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وأوضح البيان أن الجانبين استعرضوا بهذه المناسبة أفاق تعزيز تعاون جهوي في إطار الشراكة الأورو متوسطية لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية وفي هذا السياق شهد الأبين العام للاتحاد من أجل المتوسط بدور الجزائر الرئيسي والفعالة في المنطقة المتوسطية لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكل ضفتي متوسط حسب نفس المصدر دائما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومن جريدة شروق نقرة افتتاح عالمي مبهر بإشراف الرئيس بون وحضور ضيوف كبار الألعاب المتوسطية بشائر نجاح عاشت مدينة وهران على مدار الأيام القليلة الماضية على وقع أجواء استثنائية للغاية لم يتعود عليها سكان هذه المدينة السياحية الساحلية الجميلة فالباهية ازدادت بهاء وهي تفتتح أحضانها لاستقبال طبعة التاسع عشر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي افتتحت أمس السبت وسط حفل كبير وتاريخي احتضنه ملعب الودهد في بيب القايد فقبل أسابيع قليلة فقط لم تكن هناك أي مظاهر توحي بأن وهران مقبلة على موعد مع حدث متوسطي كبير لكن ومع اقتراب هذا المحفل الرياضي الكبير انخرط أبناء المدينة شبابا وشيوخا أطفالا ونساء في التحضير لاستقبال ضيوف من ستة وعشرين دولة وكلهم كلمة واحدة وهي إنجاح هذه النسخة لأن الأمر يتعلق بصورة مدينتهم بشكل خاص وبالجزائر بصفة عامة ما أعطى نكهة مختلفة ومميزة يشعر بها المتجول في شوارع الباهية التي فتحت درعيها لزائريها القادمين من كل حضب وصوب إلى جريدة البلاد وزارة التربية الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط اليوم الأحد على الرابع مساء أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون اليوم الأحد ابتداء من الصاعة الرابعة مساء وذكر نفس المصدر أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار سيكون عبر الموقع الإلكتروني للدوان الوطني للامتحانات وضف البيان أنه سيتم إشهار قوائم الثلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى الثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان والآن إلى الصحافة المغاربية بوابة الوسط الليبي عنوان التعقيلة يطلع على ما حققته لجنة المصاري الدستوري ويشيد بالدور المصري بحث رئيس مجلس نواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت مع عضوي لجنة المصاري الدستوري عن مجلس نواب الهاد صغير وعبد الله علي عبد الله ما حققته اللجنة خلال جوالات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة على ما أعلن أو أعلن ناطق باسم مجلس النواب عبد الله بالحيق وقال بليح ققول في بيان عقيلة أشاد بجهود لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة في تحقيق توافق حول المصاري الدستوري وتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياقة مشروع الدستور معتبرا أن هذه الجهود تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسية كما تم نرئيس مجلس النواب الدور المصري الداغم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية وقدم شكره لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية وفق البيان وأشاد عقيلة كذلك بجهود باتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المصاري الدستورية وتقريب وجهة النظر بين اللجنتين للسير قدما لاستكمال مصارات الحل للأزمة ليبيا إلى يومية عن ليبيا التي تحدثت عن الشان التونسي الكشف عن مخطط لاستهداف سعيد واعتقال رئيس الحكومة السابق أعلنت وزارة داخلية تونسية عن معلومات تفيد بوجود مخطط الرهبي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد وفادت المتحدث باسم وزارة داخلية فضيل الخليف بتواتر معلومات تفيد بوجود مخطط الرهبي لاستهداف حياة الرئيس الجمهورية التونسية مضيفة أنه يجري العمل على تفكيك هذا المخطط الرهبي الذي يستهدف حياة الرئيس وأشارت الخليف خلال معتمر صحفي إلى أنه تم ليلة الجمعة إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر منفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقارات الحساسة وأنه جر القبض على منفذ العملية وحجز عادة الجريمة فيما لا تزال تحقيقات متواصلة وكشفت نقابة إقليم الأمن الوطني في تونس عن إلقاء القبض على عنصر إرهابية أقدم على طهن عدد من عناصر الأمن في عاصمة البلاد فيما أوقفت السلطات التونسية رئيس الحكومة الأسبق حماد الجبالي في مدينة سوسة وفق وسائل أعلام ومصادر سياسية دون تعليق رسمي فوري وأضفت صفحان قوة الأمن أرجع توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم ديد جديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة والآن ننتقل وآيكم إلى الصحافة العالمية القدس العربية اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات النووية قريبا قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في معتمر صحفي المشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريلا في طهران إنه سيجري قريبا استئناف المحادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووية وأكد استعداد إيران لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة وأضاف أن ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015 مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مطولا وإيجابيا مع بوريلا وتابع أن حفظ وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد يأتي ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة تعاونها مع قارة أوروبا وبما يشمر كافة دول العضاء وغير العضاء في الاتحاد الأوروبي وفق وكالة إيرنا من جانبه قال بوريلا إنه يتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة لكسر حالة الجمود وأضاف أن الهدف الأساسي لزيارته هو كسر الدينامية الحالية أي دينامية التصعيد وكسر الجمود في المحادثات تحت عنوان الصفقة الخاص بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي هي ضوء أخضر آخر للاحتلال وانتهاكات الحقوق قالت ناس سابد رازق المديرة في المعهد الفلسطيني للديبلوماسية العامة وهي منظمة فلسطينية مستقلة تركز على التعبئة الدولية والحملات الرقمية من أجل العدالة والحرية والمساواة في مقال بموقع ميدل إست أي البريطاني إن الاتحاد الأوروبي وقع مؤخرا اتفاقية غاز ثلاثية مع مصر وإسرائيل من شأنها زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الإسرائيلي ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة بأنها اتفاقية تاريخية وتثبت هذه الصفقة أنه عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولية فإن الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء فيه لا يتمتعون أقول بالمصدقية وبدلا من ذلك تشدد الكاتبة يتبنى الاتحاد الأوروبي مصارا سيجعله أكثر اعتمادا على الغاز الإسرائيلي بالرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآن نتابعيكم الكاركاتشغ كانت هذه جولتنا في الصحف الوطنية ودولية لانهار اليوم شكرا لكم من أطياب المنافع من الله